يا سيادة الوارد أنا أبدأ معك من الأحداث الأخيرة وأحتاج إلى تفسير أمني ورسمي لما جرى من حوادث قتل في شوارع بغداد وبقية المحافظات أقلقت صراحة الناس كي ما هي الخيوط التي لديكم ما هي التفسيرات التي عندكم هناك من يحاول أن يخلق الذرائح حتى يتم اتهام القوات الأمنية قد تكون الهدف هي الحكومة قد يكون الهدف أي من وراء ذلك يوم أمس أيضا وقبل يومين ظهرت في الأخبار قائمة طويلة جدا بالجرائم التي ارتكبت من تاريخ هلقد إلى تاريخ هلقد من طلعنا على هذه الجرائم قتل شخص اسمه فلان في المنطقة الفلانية اتضح أن هذه القائمة تحتوي 75% معلومات كاذبة غير صحيحة ومضللة وقدم جاوبها بعض الحوادث التي حصلت في محافظة بغداد أعتقد هو فعلا هذه القضية مقصودة من خلال سيادة اللواء من خلال هذه القائمة التي أنت وصفتها مفبركة وقد طلعتم عليها ولقيت 75% مجورة من خلال شباكات التواصل الاجتماعي استطعتم أن تصلوا إلى مناعدها من فبركها حتى تأتيقن ومن خلالكم أن هناك آخرين يديرون هذا الملف قدرتوا توصلوا لهم؟ يعني هناك أجهزة تتبع الأشخاص اللي وراء هذا الموضوع لكن اليوم نحن ليس بصدد هذا يعني هناك الكثير المعروف أنه اليوم أصبح البعض يتفنن في قضية بث الإشاعات وحتى يتمكن من مسح بصمات الجريمة من خلال السوشيال ميديا من خلال السيرفرات في الخارج ومن خلال كثير من خلال أي أيضا وسائل وشركات السوشيال ميديا تحجب اليوزر والمستخدمين وهكذا المهم هنا المهم هو أن نكشف للرأي العام من خلال وسائل الإعلام الوطنية أنه ما يدور هي أشبه أنا سميها مؤامرة الحقيقة وإلا شنو الداعي أن تختلق وتفبرك جملة من المعطيات كإنما تدس العسل في السم وتدس الخبر الصحيح والخبر اليوم السيد وزير الداخلية بعد ما وجدنا المعطيات قرر تكريم خمسين من ضباط الشرطة في محافظة بغداد وبحدود المئة منتسب نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلوها لتوفير الأمن وإلى الاستجابة السريعة وهذا حافز إلى بقية ضباطنا ومنتسبين حتى يكونون دائما على أهبة الاستعداد وبنفس الوقت رسالة إلى المجتمع أن أجهزة الشرطة حقيقة تقوم بواجبات مهنية ولا يوجد أي خلل يعتري أدائها في بغداد أو في باقي المحافظات اشتركوا في القناة